ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وزير الإسكان والذي استعرض خلال مدخلته في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لتدارس الخطة التنفيذية والإستراتيجية العربية لإسكان من أجل إقرار إعلان الرباط استعرض معاليه التجربة البحرينية الفريدة على سعيد تفعيل مبادئ التنمية الحضرية المستدامة خاصة وأن مملكة البحرين تحضى بتقدير دولي على سعيد التنمية الحضرية المستدامة مستشدا بمنح الأمم المتحدة جائزة الشرف للنجاح المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان لصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تقديرا لدور سموه الكبير في تحقيق العديد من المكتسبات في هذا المجال هذا المنتدى في الواقع أولا يؤكد على التزام جماعي بتنفيذ الأجندة الحضرية التي تبناها المجتمع الدولي في المؤتمر الثالث للمستوطنات البشرية في كيتو بالإكوادور حكومة البحرين أيضا استطاعت إنجاز الكثير فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والتخطيط الحضري وهذا طبعا نابع عن إيمان القيادة الرشيدة في أهمية هذا الملف وأنه يلامس بدرجة كبيرة حقوق المواطن ومن هذا الباب اهتمت القيادة الرشيدة بهذا الملف بدعم كبير من جلالة الملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة المنتدى الذي أضحى منذ دورته الأولى الملعقدة بالقاهرة في دجنبر عام 2015 مناسبة لبحث إمكانية تنفيذ جدول الأعمال الحضرية العربية وفرصة لعرض وتقاسم الممارسات الفضلة في السياسة الحضرية والتخطيط والتعمير والإسكان والاستدامة والعدالة الاجتماعية والتمويلة والتي من شأنها تغيير مصار التنمية الحضرية بالبلدان العربية تفعيلا لمبدأ الالتزام بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لألفين وثلاثين والخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية على مدى العقدين القادمين يلعقد اليوم المجلس الوزراء العرب للإسكان والتعمير في دورته الرابعة والثلاثين لتداول في نقط جدول أعماله ولكن بالخصوص للبحث عن ما هي الآلية الكفيلة بتسجد وتنفيذ على أرض الواقع الخطة العالمية التي اعتمدت في كيطو بالإكوادور في أفق 2030 هذا المجلس سيناغش البيان الرباط والذي كان أهم توصياته احتماد الرسالة السامية من حضرة صاحب الجلال الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الذي كان فيه خارصة طريق واضحة حول التنمية الحضرية فعالية منتدى دورة الرباط تضمنت نقاشات ستة محاورة تمحورت حول جلسات موضوعات عامة وجانبية من قبيل ضمان حصول الجميع على السكن الملائم والآمن والميسور وعلى الخدمات الأساسية وتحقيق رفاهية العيشة بعد مرور سنة من الآن سيعمل خلالها وزراء الإسكان العرب على تفعيل توصيات الرباط على أرض الواقع من المرتقب أن تحتضن أرض البحرين الدورة الخامسة والثلاثون من مجلسي وزراء الإسكان العرب تحت عنوان دور القطاع العام المستقبلية في السكن الاجتماعي خديشة فلاحي لتلفزيون مملكة البحرين الرباط